عودة إلى الأمن الغذائي وأصبح الأمن الغذائي من أهم الأمور على أجندة كافة الدول سواء القوى الاقتصادية الكبيرة أو الدول النمية أو الدول الأقل نموا لأنه أصبح يمثل جزء أساسي من الأمن القومي لكل البلاد وخاصة والجميع تكلم عن ما حدث في السنوات الثلاثة الأخيرة وهو جائحة كورونا وشفنا إيقاف تان لبعض العمليات الإنتاجية وكنسينا عادنا تلت أسابيع أو أربع أسابيع ما فيش طيارة بتطير فوق العالم أجمع وكانت المواني مغلقة وكانت خطوط الملاحة مغلقة وبالتالي أثر تأثيرا سلبيا على كمية الإنتاج ومن ثم المعروض من كافة السلة ثم بعد ذلك جاء ما بعد جائحة كورونا والعجلة الاقتصادية العالمية ابتدت تتحرك وبالتالي ذات الطلب على المحروقات ووصل البترول لأرقام لم يكن لها سابقة حتى في 2008 إلى 2010 عندما وصل إلى 100 دولار كانت حاجة مستغربة في العالم ووصل إلى 140 و142 دولار في هذا الوقت ولم يستطع العالم أن يستوعب هذه الزيادات وهذه الموجات التضخمية الغير مسبوقة فحدثت الحرب الروسية الأوكرانية التي ذاتت الطينبلة ومن ثم أثرت على كافة خطوط الملاحة وكافة المعروضة فزادت الأسعار أكثر وأكثر مع ذلك كله فخامة الرئيس سيادتك كنت واجهتني قبل حدوث الكورونا أن نحاول أن نجعل الاحتياطي الاستراتيجي لست شهور واعتمدت سيادتك واحد وثمانية من عشر مليار دولار لرفع الاحتياطات الاستراتيجية وكنت أنا مستغرب نحن نشتغل على شهرين وثلاثة والدنيا يدوب ماشية إنما كان هناك رؤية حقيقية لاحتمالات أكثر تعقيدا فالتالي لما حصل الحرب الروسية الأوكرانية وده كان في فبراير ارتفعت أسعار الأمح ومعالي وزير المالية قالها بالأمس من 230-235 وصلت لي 520 دولار لو ما كانش عندنا احتياط استراتيجي في هذا الوقت كنا اتعرضنا له الزات غير مسبوقة وكلفنا أنفسنا أضعاف أضعاف الموازنات المعتمدة لسبب كنا معتمدين 260-300 دولار وإنما لم يكن هناك اعتماد لهذه الأرقام فالحمد لله مارس ما استوردناش أبريل ما استوردناش مايو ما استوردناش يونيو ما استوردناش لسبب وجود احتياطيات استراتيجية وبتدينا نستورد اعتبارا من آخر يونيو 22 وبالتالي قدرنا نمتص مثل هذه المتغيرة الأمن الغذائي يعتمد على ثلاث أمور أساسية الأمر الأول هو توفيد وإتاحة السلعة لو السلعة مش موجودة عندنا لا نستطيع أن نتكلم عن أمن في هذا المقام نمرة اتنين قرب هذه السلعة من المواطن حتى يمكن وصوله لها والحصول عليها نمرة ثلاثة قدرة المواطن على شراء هذه السلعة ثلاث حاجات توفير وإتاحة السلعة ثم إمكانية وصول المواطن للسلعة ثم القدرة الشرائية للمواطن بالأسعار العادلة أن يحصل على السل حتى يمكن أن نصل إلى ذلك تم وضع استراتيجية حقيقية وتم اعتماد هذه الاستراتيجية سواء ممكن قبل أن أتولى مسؤولية وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفبراير 2017 كان حضرتك اهتمت خطة الاستراتيجية لتطوير الصوامع وهو المشروع القومي الأساسي في جزء أساسي منه للأمن الغذائي ترجمة نانسي قنقر